اشتركوا في القناة في ظل غيابات كبيرة جدا في مباراة ما تحتملش الاسم على اتنين بكرة التعادل ما ينفعناش ولا ينفعه بكرة طبعا لابد انه يكون فيه فائز عشان يتأهل لمواجهة بيترو جيت وان شاء الله بإذن الله يكون لأهلي طبعا للي في حالة تخطيل بيترو جيت يوصل للمحطة الأخيرة في مواجهة الزمالك في نهاي بطولة كاس مصر الموسم القديم وطبعا الكلام على الموسم القديم غير الموسم الجديد اللي هعلن لحضراتكم او زي ما تابعتم يمكن كتير منكم تابعوا القرع الخاصة بالكاس الجديد هنشوف تفاصيلها ومستجداتها الحقيقة في حلقة النهاردة بس عشان حلقتنا زحمة خلينا نبدأ الحلقة بأهم الأخبار والعنوين الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيرامدس في الكأس والأهلي يواجه المقصة في دور الستاشر بكأس مصر عامل حسين ضغط مباريات الموسم الحالي مسؤولية الجميع واليوم افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر بمشاركة 183 لاعب ولاعبة من مصر وبرشتونة يحسن موقفه من محمد صلاح طبعا بمناسبة الهدفين الأجانب في الدوري الأسباني والكلام طبعا خلينا نبدأ من آخر خبر أو آخر عنوان بدأت بحلقة النهاردة الكلام على محمد صلاح وقصة انتقاله الدوري الأسباني تحديدا هتبامل بارسا بي والذي دخل في الموضوع الريال كواحد من المستجدات المهمة جدا خلينا نقول لحضراتكم آخر التفاصيل في أغلب الزن نسبة ترك صلاح لليفر بول بقت قائمة جدا ومن الواضح انه فيه اتجاه لدى إدارة ليفر بول في الصف المقبل ببيع محمد صلاح الحقيقة يمكن الكلام طبعا انه وصول المفاوضات بين الطرفين لطريق مزدود نتيجة تمسك محمد صلاح بمطالبه المادية ومن الواضح كده نيورجن كلوب يعني مع صفقة داروين يونيز لما تيجي تيراها فلوس وصيبك من الفنيات وصيبك من نجومية وصيبك من المسيرة والمشوار والجماهرية وكل ده ما يجي نتكلم فيها بيزنس يعني صفقة داروين يونيز كلفت ليفر بول 85 مليون يورو وأعتقد بقرية بسيطة جدا كان في الإمكان تماما الاستغناء عن صفقة بالحجم ده إذا كان فيه رغبة فيه الحفاظ على نجوم الفريق وخصوصا نجم كبير جدا زي محمد صلاح لكن في جميع الأحوال يبدو أنه صلاح هيحص سلماني والاثنين هيكونوا خارج قائمة ليفر بول في الموسم الجديد الجديد في الموضوع بقى هو أنه من ناحيته البارسا يبدو كمان أنه صرف نظر تماما عن فكرة ضم محمد صلاح وخصوصا بعد اقترابه من ضم البولندي الدولي نجم البايرن رابرت ليفندفسكي لكن الحقيقة بمجرد ما تسربت الأخبار أنه العلاقة بين صلاح وبين ليفر بول بتصل أو قد تصل لنهايتها أن ده كتير جدا أعلنت عن اهتمامها بالصفقة دي وفي مقدمتها ريال مادريد نروح لماتش بكرة النهاردة طبعا يمكن في إطار من السرية لأكتر من سبب الحقيقة أهمهم طبعا هو الحفاظ على حالة التركيز بداية من مباراة غزل المحل الأهلي تفوق فيها بنتيجة اتنين واحد وأعتقد أنه مش بس تفوق على فالي المحل لكن أعتقد أنه كابتن سامي أمصان وجهازه الفني ولعابة النادي الأهلي تفوقت على كل الظروف الصعبة جدا اللي بيعانوا منها سواء اللي غايبين بالبداع الإصابة أو اللي شاركوا بالبداع الإجهاد لأنه الحقيقة في كل مباراة بنحس قد إيه أنه فيه عناصر يعني مجهدة على أهل تأدير مش هقول بتأدي بمستوى يعني متواضع لكن أقول أنها ما بتطلعش المستوى أو ما بتقدمش المستوى الجمهور مستني منها وإحنا مقدرين تماما أو أنا شخصيا يعني أنا عارف أنه فيه ناس كتير ممكن تبقى غضبانة بسبب ده لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها زي ما بيقول فيه لعيبة كتير جدا محتاجة الحقيقة محتاجة ترتاح محتاجة تاخد نفس مش بس الأمر ده ينطبق على النادي الأهلي ده ينطبق على الكرة في مصر كلها حتى مطشاط الدوري يعني اللي بتفرج عليها تحس أنه اللعيبة بقت مجرد موظفين مستنيين الحكم يصفر في الديه التسعين عشان يخلصهم من حالة المعاناة اللي هم بيعانوها طول التسعين ديها وأنا مدرك تماما أنه هذا الجيل من اللاعبين في مصر مظلوب وانعكاس ده على الكرة في مصر بشكل عام وعلى منتخبات مصر بشكل خاص أعتقد أنه واضح ومفيش أي حد موضوعي يعني يعني بيحل الأمور بمنطقية وموضوعية يقدر يقول غير كده كرة في مصر تأثرت بشكل كبير بسبب تراجع المستوى البدني اللاعبين بسبب طبعا المواسم المتلحمة على مدار ثلاث مواسم أخير لكن خليني أقول لكم بالنسبة للمطق بكرة أنا مش هقدر أدخل في تفاصيل يعني لكن الصورة عموما يعني أفضل نسبيا من بالنسبة لجهزات لعبتنا يعني وبالنسبة لللاعبين اللي ممكن يدخلوا في قيمة المباراة ويكونوا مشاركين في مباراة بيرمز أو على الأقل ورقة تكون مع كابتن سامي أقومصان تحت تصرفه حسب سيناريو المباراة الصورة أفضل نوعا ما من مباراة غز المحلة الأخيرة نهاردة إن شاء الله بعد التمرين على طول هيبقى في الفرقة تدخل هيتم إعلان القايمة بتاعت المباراة والفرقة تدخل في أحد الفنادق معسكر لغاية مباراة بكرة إن شاء الله كل التوفيق لرجالتنا وهتكلم مع نجمينا نهاردة وضفنا فيه واحد من كبار النجوم الحقيقة في القرية المصرية ومنها مع النادي الأهلي واحد كمان من التجرب اللي احترفت برا وقدرت إنها تسيب بصمة مهمة جدا نجمينا نعرضة في سادسة كابتن مجلي طلبها يشرفنا هنتكلم معاه ونفتح ملف المطش بتاع بيرامدز والمطشات اللي جاية الحقيقة الأهلي كان الله في عونه يعني أعتقد إنه يعني يعني ما فيش أي فرصة عنده حتى لمجرد التقاط الأنفاس سواء الكاس الجديد أو الكاس القديم أو بطولة الدولي والثلاثة طبعا ألقاب بيسعى الأهلي يتحقيقه طيب خلينا أقول لحضراتكم بيت كاس مصر طبعا ده الكاس الجديد موسم 21-22 لحن نلعبه وقرع دور الستاشر أصفرت عن بداية المشوار بالنسبة لأهلي في مواجهة مصر المقص النهاردة اتحاد الكورة استضاف القرع منافسات دور الستاشر في بطولة الكاس والقرع طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من القرع في مقر الاتحاد بالجبلية 16 فريق وصلوا لدور الستاشر عشان يتأهل منهم 8 فرق بس للدور القادم خلينا استعرض مع حضراتكم نتائج الورى بداية عندنا الزمالك في مواجهة الإسماعيلي والمصري في مواجهة Eastern Company MP مع البنك الأهلي وPyramids مع سيراميك من 8 فرق دول لو إن شاء الله بإذن الله رب نوفقنا وقدرنا نوصل للمباراة الهائية هيكون طرف المباراة الهائية واحد من 8 فرق اللي أنا استعرضتها مع حضراتكم على ناحية تانية عندنا الأهلي مع المقصة والمقاولين مع الجونة طلع الجيش مع منتخب السويس واسموحة مع كفر الشيخ وده معناه أنه الأهلي في حالة تخطي المقصة هيواجه فريق من اتنين إما المقاولين أو الجونة في حالة تخطي فريق المقاولين أو الجونة إن شاء الله بإذن الله يبقى هيواجه في الدور قبل النهائي واحد من الأربعة اللي هما طلع الجيش والسويس واسموحة وكفر الشيخ ولو إن شاء الله تخطى المباراة دي كمان يوصل للمباراة النهائية في مواجهة واحد بالتمن فرق الأولانيين بالمناسبة الإسماعيلي أعلن انسحابه رسميا من بطولة كاس مصر يعني طبعا نحن نحترم كل وجهات النظر ده بيان للأعزارات وقدرت النادي الإسماعيلي ولكن أعتقد الإسماعيلي نادي كبير قوي يعني وتاريخ كبير جدا واحد من الأندية الجمهرية والشعبية وما أعتقدش يعني طبعا في النهاية قرار لمسؤولين الإسماعيلي خلينا نقول لا تعليق نتكلم بقى مع حضراتكم على تصريحات عامر حسين طبعا عضو مجلس إدارة التحادر للمصر لكورة القدم نتكلم على المشكلة المشكلة اللي ناس كلها عارفاها مشكلة ضغط المطشاط في الموسم الحالي وقال إنه حالة الضغط دي هي مسؤولية الجميع ويمكن كان على هامش إجراء عمليات القرع على بطولة كاس مصر قال إنه ربطة الأندية شرحت كل ملابسات تتعرض لهجوم كبير من يعني من وقت للتاني بسبب جدوى المطشاط وبسبب ضغط المباليات وبسبب الموسم المزال مستمر في وقت انتهت فيه كل مواسم أو مسابقات الكرة على مستوى العالم كل الحقيقة أنا يعني يعني الحاجة عامر طبعا كامل الاحترام والتقدير لوجهة نظر وإحنا عارفين طبعا إنه الكل يتحمل جزء كبير جدا من مسؤولية حالة العك اللي احنا بنعشها السنة دي احنا بنحملش حد ولما بنكلم في الموضوع ده أو أنا شخصيا يعني بأتكلم عن نفسي لما بأتكلم في الموضوع ده بأتكلم على أساس إنه إحنا كلنا في مركب واحد هي القصة أو النقطة مش إنه مين يتهم مين أو مين يتحمل مسؤولية منفردة أو مين يحسب على الفطورة لكن المسؤولية أو الكلام اللي لما بنكلم فيه بيبقى هدفنا إن إحنا نخرج من الدائرة المفرغة اللي إحنا بندور فيها بقى لنا تلات مواسم الفكرة إن إحنا نوصل لحل اللي أنا بعتبر إنه الجميع في مركب واحد وفي النهاية كل النقاط دي أو كل الخطوط دي بتصب في نقطة واحدة بتتجمع في النهاية عند نقطة واحدة هي نقطة منتخب مصر وأعتقد إن أنت شخصيا وكل عضو في مجلس دارة تحدي الكرة وكل مسؤول في أي موقع مسؤولية مرتبط بمنظومة كرة القدم في مصر أجهزة فنية مجالس إدارات لعبين وقبل دول كلهم الجمهور مش راضي مش راضي عن أي حاجة في النهاية بطولات محلية آه فيها نوعا ما نوعا ما يعني شبه منافسة لكن في النهاية المردود إيه بتاع البطولات هي البطولات دي كلها بتتلعب ليه الأندية دي كلها بتستسمر في فرقها وفي أجهزتها الفنية وفي البنية التحتية والرعاة والبس التلفزيوني والحضور الجماهير يعني كل ده احنا عاملينه ليه في النهاية عشان يبقى فيه كرة يعني كرة قدم متقدمة متطورة تصب في مصلحة المنتخبات فلما منتخب مصر يطلع يلعب برة يبقى بيمثل الكرة المصرية بقى بأفضل شكل وممكن هل حضرتك شايف أنه المناخ الحالي هل شايف أنه البطولات الحالية أنا عارف أنه اتحاد الكرة مزلوء يعني اتحاد مجلس اتحاد الكرة الحالي وربطة الأندية المسؤولة عن بطولة الدوري السندي مظلومة أنا عارف أنها يعني بتدفع جزء من فطورة المسؤولين اللي سبقوها في ده وأنها جات لقت الوضع على ما هو عليه ما كانش عندها الحلول اللي تخليها تخرج من المأزق ده لكن في النهاية الكلام لما بيتقال مش هدفه الهجوم على حد أو تحميل حد أو طرف معاين المسؤولية بقدم هدفه أن احنا نخرج من الدائرة المفرغة دي اللي بنف فيها بأن كتير سريعا جدا بعثة مصر اللي بتشارك فيه منافسات دورة ألعاب البحر المتقاصط اللي هتنطلق النهاردة بالمناسبة في النسخة 19 واللي بتصطدفها مدينة وهران الجزائرية والبطولة هتستمر إن شاء الله لغاية يوم 5 من شهر يوليو القادم مصر بتشارك في الدورة دي بـ 19 رياضة مختلفة إجمالي عدد اللاعبين اللي بيمثلوا مصر 183 لاعب في مختلف اللاعبات اللاعب والعيبة طبعا متقسمين لـ 114 لاعب و 63 لاعبة في ألعاب القوة في ريشة طايرة كورت السلة الملاكمة السلاح الجنباز كورت اليد الكاراتي الرماية والتانس والتايكوندو والكورة الطايرة والقص والسهم والجودو والشراع والتانس الطاولة ورفع الأثقال والمصرعة وأيضا الفروسية فيما اعتذرت بقى بعض الاتحادات عن المشاركة زي اتحادات السباحة والدراجات وكورت القدم ومن المنتظر أنه في ريال أشرف طبعا نجمة مصر ونجمة منتخب الكاراتي والبطل أوليمبي سيف عيسى لعب منتخب التايكوندو هيحمل عالم مصر إن شاء الله أو هيحمله عالم مصر في افتتاح البطولة النهاردة بعد ما تم اختيارهم من قبل اللجنة الأوليمبية زي ما قلت لحضراتكم قصة برشتونة وصلاح ودي آخر التطورات اللي كانت معنا خلينا نروح طيب قبل ما نروح لفاصل خليني أعرض لحضراتكم الحقيقة واحد من الملفات والموضوعات اللي هي الفطورة الفطورة اللي كله بيحسب عليها واللي خصنا منها إحنا كنادي أهلي فطورة صعبة جدا الحقيقة فطورة مرتبطة بحالة الإجهاد فطورة مرتبطة بتوالي الإصابات إحنا الحقيقة الموسم ده بدأنا بسكواد أقوى بكتير جدا جدا كما وكايفا من السكواد اللي حقق بطولات كتيرة جدا السنوات الأخيرة الموسمين الأخيرين على وجه التحديد وبالتالي إدارة النادي الأهلي شافت أنه واحدة من الملفات اللي لابد من التعاون معها هي كثرة المشاركات وكثرة البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي وبيلعب على أو بيستهدف التتويق بها عنينا من فكرة إصابات في السنوات الأخيرة وبالتالي كان لابد من دعم الفريق السندي بشكل كبير وهو ما تم عدد كبير جدا من السفقات المهمة اللي انضمت للفريق لكن الحقيقة أنك أنت توصل لتالت موسم بدون راحة سلبية وبدون فترة إعداد أعتقد أنه الأهلي دفع تمن ده غالي جدا ومعظم لعبة مصر أو معظم عندية مصر تعاني بشكل يمكن أقل نسبيا من معاناة النادي الأهلي لكن تظل المعاناة قائمة والسؤال اللي كنت بسأله قبل الهواء على طول زميل في السادسة هو إحنا إزاي هنكمل الموسم حقيقي يعني كابتن سامي أمصان الحقيقة النهاردة وهو بيحاول يعني ياخد باله من لعابته على قد ما يقدر وهو بيحاول يتلافى حالة الإجهاد ويحاول أنه هو يرجع اللعبة المصابة بيصاب لعبين تانين وبالتالي انت عندك موسم هيمتد أكيد أكيد لنهاية شهر تمانية يعني بتتكلم تقريبا في تسع أسابيع متبقيين هتكمل إزاي الموسم ده تقرير اللي هنشوفه ممكن يكون جزء من الحل مؤتمر أقيم الحقيقة النهاردة مرتبط بإصابات الملاعب وطرق التأهيل والمستجدات فيها خلينا نشوف أو مؤتمر أقيم يمبارح لكن التقرير معنا هاينة لحضراتكم تفاصيل أكتر عن الموضوع ده وأهميته لأنه أعتقد يمكن يكون الشغل الشاغل النهاردة لمعظم الأندية المصرية خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم إحنا وجودنا إمتى؟ إحنا أولا موجودين من سنة 37 قسم علوم الصحة موجود في كل التربية رضية بنين بالهرم جامعة حلوان من سنة 37 ولكن قسم الإصابات والتأهيل ده مستحدث بقاله 22 سنة بيخرج ناس حاصين على درجات وليها الدبلوم ومجهيستر ودكتورة لما الفئة دي بدأت تزيد والمجتمع بدأ يبقى فيه احتياج لأخصيين التأهيل في الأندية بدأنا نفكر طيب فين الأمبريلة اللي ممكن ترعى هؤلاء الخرجين ده رقم واحد ويتبقى ليهم مظلة المظلة دي يقدروا من خلالها إن هم يشتغلوا بشكل قانوني بشكل كمان علمي لإن أنت هتقدر تساعدوا إنك تعمل ورش عمل تقدر تعمل كرصوات علمية متخصصة في مجال التأهيل مؤتمر اليوم هو مؤتمر على المحك يعني إحنا من فترة نسمع هناك نزاع ما بين التخصصات وتداخل ما بين التخصصات في العلاج الطبيعي والإصابات وتداخل كثير يعني ما بين التخصصات إن شاء الله هذا المؤتمر يضع النقاط على الحروف وإن شاء الله لكل ذي حق حق كل واحد هم الكل خير وبركة يعني اختصاص الإصابات هو اختصاص مهم جدا اختصاص العلاج الطبيعي اختصاص مهم وأساسي جدا والكل إن شاء الله يكونون في عملهم المتميز وعملهم الأساسي في منظومة الطب الرياضي معرفة أولى مفهوم من المنظمات النقابية تشكيل ومقاومات منظمات النقابية على بتشكيلاتها المختلفة دور اللجنة النقابية وأهدفها سواء الأهداف العامة أو الأهداف الخاصة وحقوق النقابي أو الحقوق النقابي وأيضاً تخصصات أو من يقوم بالعمل النقابي يلتزاماته وحقوقه ثم أيضاً نتطرق إلى مسألة الاختصاصات المتشابكة ما بين الطب العلاج الطبيعي وما بين التأهيل اللي سبطه التأهيل الحركي هو علم كبير علم كبير وهو فرع من فروع الطب الرياضي برضو كويس؟ الحقيقة بيحتاج الإمكانيات مش إمكانيات على فكرة غير عادية لا هو بيحتاج الإمكانيات متوضعة بس الشخص يستطيع أن يستغلها صح يعني التأهيل عادة لما يكون منستخدم التأهيل اليدوي يعني بيبقى مهم جداً 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 وأساسي بس يكون الشخص يفهم هو بيعمل إيه؟ الموضوع مهم جداً 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 لأن التأهيل بيبدأ فور وقوع الإصابة يعني الإصابة أول لحظة المسؤول عن عمل التأهيل بيختلف من المصاب هي بداية التأهيل وطبعاً بيختلف من إصابة لإصابة وهكذا بيختلف من الرياضة لرياضة وهكذا مهتمين جداً بتطوير الرياضة المدرسية وأن أولادنا يتمتعوا بالصحة واللياقة البدنية والصحية والزهنية فتعاوننا مع النقابة في مبادرة قوامي وسحة أجيالنا بتهدف إلى هذه المبادرة إلى إعداد عدد كبير جداً من المعلمين بيبلغ حوالي ألفين معلم في دراسة حتكون نظرية وميدانية لنبدأ فيها خطوة انطلاق جديدة لمعالجة الانحرافات القوامية داخل المدارس المصرية وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية وخطورة هذه الانحرافات وتأثيرها على الصحة العامة اللي حضراتكم شفتوها والآطات دي طبعاً هو كرة كاسل أو كرة رسمية اللي هتلاعب بيها بطولة كاسل عالم اللي عالم كله الحقيقة في انتظار البطولة دي أو بيعد لأربع سنين يعني متشوق أنه هو يشوف أهم بطولة كرة قدم على مستوى المنتخبات طبعاً في العالم وعلى هامش طبعاً اجتماعات أعضاء وحكومات الدول الكومنويلث الحقيقة يمكن كان وجود جاني امفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع باتريس موتسيبي طبعاً رئيس الاتحاد الأفريقي وشفتو أو ظهرت اللقطة اللي حضراتكم لسه شايفانها حالاً وبالمناسبة الحقيقة كان فيه سؤال مهم جداً اتسأل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي حد مسحفيين يعني بيوجه له سؤال تتوقع مين الدولة اللي هتكون بطل كاس العالم أو نسخة كاس العالم 22 فقال لهم أتمنى أنها تكون دولة أفريقية معرفش طبعاً هو بيقول كده على سبيل الدعاة يعني وقال بحكم منصبه لكن الحقيقة ده بقى يعني أعتقد أنه إحنا ما نقلش بشكل كبير جداً ممكن نبقى من ناحية الإمكانات أقل لكن من ناحية المهارات ومن ناحية الأسماء لا أعتقد أفريقيا لا تقل بأي حال من الأحوال لا عن أمريكا اللاتينية ولا عن أوروبا وأهم نجوم الأندية الكبيرة دي كانوا من أفريقيا ونجوم كبيرة جداً على أعلى مستوى الحقيقة وعندنا النهاردة في أفريقيا في أوروبا في ملاعب أوروبا كتير من نجوم أفريقيا اللي مكسرين الدنيا فمن ينفعش أفريقيا تتحطف خانة بعيداً عن أوروبا وأمريكا اللاتينية أو تتقارن بأمريكا الشمالية وأسيا مع كامل الاحترام طبعاً ليهم لا يوجد منتخب أسياوي يقدر يحقق نتائج مثل منتخبات الكاميرون كسبة أرجنتين وهي حامل لقب سنغال كسبة فرنسا وهي حامل لقب نيجيريا وغانا وصولهم نيجيريا لأدوار متقدمة ولو لم يكن يمكن الحقيقة وحاقة الميداليا الدهبية في أولمبياد عبل كده في أقصد إنجازات الكرة الأفريقية كبيرة جداً خلينا نقول إمتى نشوف منتخب أفريقي في على أقل مبارانة هائية لبطولة كاس العالم وخلينا أسأل السؤال ده ضيفي في السادسة البرتغالي فابيانو فلورا يمكن كان لي تجربة عمل في قارة إفريقيا مع قيادته لمنتخب مدغشقر سابقاً يعني لكن كمان لي تجربة مهمة جداً في تولي مسؤولية فريق شباب في نادي يوفينتس طبعاً واحد من أكبر وأشهر أنديت أوروبا اسمح لي في البداية أشكرك على ظهورك معنا على شاشة الأهلي وأهلاً بك في السادسة شكراً جزيلاً بلغ سروري أن أكون معكم في قناة هذا النادي الكبير من أكبر أنديت العالم في الواقع أنا أقدر حقاً تواجدي معكم وعلى دعواتي معكم هنا وإحنا كمان بنشكر ظهورك معنا وإحنا نقدر البرتغال والمديرين الفنيين البرتغاليين بشكل كبير ويمكن تجربة الحقيقة مانويل جوزي مع النادي الأهلي حطت المديرين الفنيين البرتغاليين في حتة تانية عند كل أهلوية خليني أبدأ معك من سؤالي الأول سؤال مرتبط أكتر بالكورة الأفريقية بشكل عام من واقع أنك أوروبي بداية وبالتأكيد شاهدت أسماء أو تقلق أسماء كتير جداً في أهم الفرق والدوريات الأوروبية جوزي ويا كانو أوكوشا مايكل إيسيان عبيدي بيلي محمد صلاح سادي يوماني وغيرهم وغيرهم في كل المراكز لحقيقة كان في أسماء كبيرة جداً في الكرة الأوروبية وإنت اشتغلت فترة في أفريقيا مع منتخب مدغاشقر من وجهة نظرك إيه هي الأسباب اللي بتمنع وصول منتخب أفريقي مش عايزة أقول التتويق ببطولة كاس العالم لكن خلينا نقول على الأهل الوصول للمباراة النهائية في بطولة بحجم كاس العالم نعم أعتقد أن المشكلة التي أجدها في أفريقيا كما تعرف الجودة على مستوى الكرة الأفريقية موجودة لكن المشكلة في العقلية بعض الدول لا تفهم أنها تستطيع أن تفعل ذلك لديك لاعبين جيدين يجب عليك أن تقدر حجم المجهودة الذي يبدل على مستوى الكرة الأفريقية في الملعب أو في أوروبا بالطبع يوجد وضع خاص لكل مباراة على حدة ولكن إذا نظرت إلى اللاعبين في منتخبات أفريقيا لا يلعبوا كما يلعبون مع أندياتهم لا يوجد نفس العقلية التي متواجدة مع الفرق في هذه اللحظة تجد أن المدير الفني الخاص بالمنتخب لا يستطيع أن يؤدي بنفس الأداء ولا يجد نفس الأداء كما يحدث في مع الأندية الأوروبية الأمر يختلف الطرق مختلفة المباريات أصعب المنافسة أصعب عما هي عليه مع المنتخب هل في واحد من المنتخبات الأفريقية الخامسة التي تأهلت للبطولة الجاية شايف أنه ممكن يكون مرشح أو ممكن يكون عنده القدرة على منافسة الكبار أعتذر لا أعتقد ذلك أعتقد أن كأس العالم في قطر ستكون أصعب نسخة من كأس العالم على الإطلاق أعتقد أنه يوجد الكثير من التنافسية الفرق منظمة بشكل أكبر يوجد أسماء صغيرة على مستوى الدول ولكن تجدها الآن منظمة وفرق قوي جدا على سبيل المثال قطر ولكن إذا نظرت غانا والكاميرون نعم لديهم الجودة ولكن إذا شاهد تام أمام فريق أوروبي فستجد الأمر صعب عليهم أن يحصلوا على النقاط أو أن يفوزوا بمباريات وهل تعتقد أن بورتغال لها فرصة في التتويق بلقب أو ببطولة كأس العالم كل شيء في كرة القدم ممكن أضم الآن أفضل لعبي كرة القدم في العالم ولكن كما تعرف يوجد الكثير من المنتخبات القوية لدينا الأرجنتين لدينا فرق كبيرة لدينا منتخبات قوية فالأمر صعب لديك منتخبات الآن تستطيع أن تحكم في المباراة طوال 90 دقيقة لعبين بجودة عالية جدا أعتقد أن البرتغال تستطيع أن تصل ولكن الأمر صعب دعنا نرى هل كريستيانو رونالدو في فورما تسمح له بخيادة المنتخب البرتغالي من وجهة نظرك للوصول لمباراة نهائية أو للتتويق بالبطولة؟ كريستيانو في أعلى مستوياته دائما كريستيانو لاعب كرة قدم حقيقي هو يحب أن يتطور دوما كريستيانو في ازدياد دائما بالطبع الأمر ليس والأمر ليس متوقف على كريستيانو والأمر بخصوص الفريق ككل يجب أن يكون هناك روح القتال والتنافس عند الفريق وأن يلعبوا كمجموعة وأن ينافسوا هذا هو أهم أمر وهم عامل للفوز هذا الموضوع مع أو ضد بقاءه أو استمراره في فريق منشستر يناتد نعم أنا مع تواجدي في المانشستر ولكن كريستيانو عندما تجد لعب كريستيانو يصل لهذا المستوى من العقلية الأمر كريستيانو مر بالكثير من التجارب منذ أن كان في فرق الناشئين في البرتغال كريستيانو لعب في العديد من المال كريستيانو جمع الكثير من الخبرات هو لديه الخبرة الكافية ليقرر أعتقد أن كريستيانو الآن أعرفه منذ أن كان في أكاديمية سبورت انجليشبونة كريستيانو دائما يعتمد على نفسه كريستيانو دائما ما يقرر القرار الصائب خليني أنتقل معك لموضوع المدرسة البرتغالية في التدريب ويمكن في الفترة الأخيرة انتشر عدد سنوات الأخيرة يعني انتشر عدد كبير من المديرين الفنيين البرتغاليين في أندية ومنتخبات القرار الأفريقية ومنهم الحقيقة اللي كانوا أصحاب مشوار ناجح هبتدي معك من كارلوس كيروش المدير الفني الأجنبي الأخير اللي تولى مسؤولية المنتخب المصري إزاي شفت التجربة وإزاي قيمت الفترة اللي تولى فيها كارلوس كيروش المسؤولية نعم إذا نظرت ستجد كارلوس كيروش من أكبر أو من أفضل المديرين الفنيين في العالم وتجد الكثير من المديرين الفنيين البرتغاليين حول العالم الذين كتبوا وسطروا تاريخا كبيرا ولكن الأمر يعتمد إذا تتعامل معه لا المدير الفنيين الأمر يعتمد على الصبر هو يعرف الكثير ويريد أن يطبق الكثير لكن يجب أن يتحلى الجميع بالصبر كل مدرب يحتاج الوقت أنا لست كاملا لا يوجد أحد كاملا ولكن الجميع يحتاج إلى الوقت أعتقد أن الأمر صعب أن تتعامل مع مدير الفني بهذه الطريقة لما بيكون فيه مديرين فنيين بورتغاليين بيشتغلوا في قارة أفريقيا مع عندها أو مع منتخبات هل بيبقى فيه اهتمام بمتابعتهم عندكم في البرتغال هل بيتباحهم وسائل إعلام وإذا كان هذا بيحصل إزاي رصدت وسائل الإعلام في البرتغال يعني فكرة إنهاء العلاقة بين اتحاد الكرة المصري وبين كارلوس كيروش نعم نعم الناس في بورتغال تتابع وتعرف ماذا يحدث الأمر الأمر الآن الأمر الآن يعتمد على الانتقال المرحلة الانتقالية التي حدثت مع كارلوس كيروش كارلوس كيروش لم يقصر هو أدى ما عليه في أحيانا تجد المدير الفني ليس بالجودة الكافية ولكن أعتقد إذا أعطيت المدير الفني الفرصة الكافية ليحقق أفكاره ويطبق ما يريد ستجد النتيجة لأنه أحيانا تجد الفريق خليط بين الفريق الشباب وفريق واللعبين الكبار وتجد الأمر صعب على المدير الفني ليطبق خطته ماذا تفوز أو يفوز نادي بورتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا يعني اتعرفت الأندال كبيرة في البرتغال أنها دايما بتصدر أهم الأسماء الأندال كبيرة في أوروبا ولكنها غير قادرة دايما على الوصول لمنص التتويج هل تشوف أنه ده ممكن يحصل في المستقبل نعم أعتقد أن الأمر صعب صعب جدا على الأندال المرتغالية في الوقت الحالي الأمر ليس ليس فقط ليس فقط بناء على المهارات ولكن الأمر يعتمد على الاستثمار مشروع ككل إذا نظرت إلى منشيف سر سيتي ستجد ذلك الفرق الآن الفرق البرتغالية الآن ليس لديها الجودة العالية والجودة الإدارية العالية لتفوز ببطولة أوروبية إزاي بتشوف صفقة داروين نونيز نجم بين فيكا المنتقل صفوف الليفر وإزاي بتشوف قدرته على التأقلم مع ليفر بول وتعويض غياب طبعا واحد من أهم اللاعبين ساديو ماني نعم صفقة رائعة داروين نونيز أنا أعرفه منذ أن كان في بن فيكا منذ أن كان لعبا شابا كنت أدرب هناك هو لعب رائع يحرز على الأقل 20 لم يكن أكثر في الموسم منذ أن كان صغيرا هو لعب رائع هو صفقة جيدة لليفر بول بالتأكيد البرتغالي فابيانو فلورا مندير فاني طبعا السابق لمنتخب ماضي أشهر ومدير الفاني اللي فرق الشباب في نادي اليوفي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وفاصل سريعا نستقبل بعده نجمينا النهاردة في السادسة كابتن ماجدي طلب أنا عايزة انتهز الفرصة واستغل وجوده معي الحقيقة هتكلم طبعا بالتأكيد على ماضي بكرة لأنني عارف طبعا الناس عايزة تطمن وتعرف وتقرأ سيناريو موجة الأهلي وبيرامدز وهي بالتأكيد بقت واحدة في السنوات الأخيرة واحدة من المطشوات الجماهيرية يعني مشقول عليها ديربي ولا حاجة بس يعني واحدة من المطشوات الجمهور الأهلي بيستنيها برضو كل موسم ببيرامدز في سكواد محترم جدا الأهلي عنده ظروف صعبة جدا بيمر بيها غيابات وإجهاد إزاي مع رحيل ميسر موسماني وتولي كابتن سبي قمصان هيكون سيناريو المباراة هاسمع رؤيته بالكامل في مطش بكرة بس يهمني أكتر أنتهز فرصة تجربته وأشوف لأنه فيه أمور كثيرة جدا مرتبطة بالمشهد الكرة وفي مصر محتاجين نسمع فيها قراء نس عندهم تجربة وعندهم مشوار طويل وعندهم نجاحات كبيرة جدا حد طبعا زي ضفنا ونجمينا النهاردة كابتن مجدي طولبا اللي بنسعد به دايما على شاشة الأهلي وأسعد أنا شخصين بوجوده معي في أستاذ سمس أخير كابتن مجدي مسائخ النور زكا محمد ومنور الدنيا ربنا خليك حبيب قبل ما أدخل معك في التفاصيل أهلي ومنتخب مصر عايز أعرف منك كده وأنت بتتفرج على كرة في مصر منتخب أو مطشط في البطولات المحلية أو أندية مصرية بتلعب في بطولات أفريقية مثلا شايف الكرة في مصر بخير ولا الكرة في مصر بتعني أكون صريح لا ممكن صراحة لا خالص للأسف الشديد أنا عندي فترة طويلة أو بقالي فترة طويلة أعايز أتفرج على الدوري وأحب أتفرج على الدوري بس ألاقي الماتش وبعدين خاصة لما يكون فيه سبت وحد وثلاثة واربع لها الماتشات بتاعت أوروبا تمام والدوريات في أوروبا أول ما ألاقي الدنيا مش مزبوطة أولا شكل الصورة أداء بتاع اللعيبة شغل المداربين حاجات كثيرة جدا بصراحة للأمانة للأمانة عندنا نواقص في حاجات كثيرة جدا إدارة الكرة عموما لا فيه حاجات نقصة وده كله أنا عندي وجهة نظر أن التسعين دي اللي انت بتشوفهم في الكرة في الملعب دول دول آخر حاجة في الدنيا دول آخر حاجة في الكرة قبلهم فيه حاجات كثيرة آخر حاجة في الكرة التسعين دي اللي انت حضراتك بتشوفهم وأنا بشوفهم هم تتفرج عليهم أو بنشتغلهم بذ Karma بنشتغلهم في التسعين دائبة Bayern علمان هم إنهم أخر شيء في الكورة البداية بنشب الإحرائي من راس الغرب وراس الغرب ليس élقوم بسرعة المسؤول من سوى الرياضية أو مسؤول من unders leisure من العالم في اليوم إلى dra performed in the summit أو في الدولة هذا مهم جدا إن ذلك ف?」نهوا من يفقدون清aré ولليس أنه قام للسياسات ليس المدير الفني اللي يضع سياسيا. أرجع معك وراء شوية. أتفضل. أرجع معك فلاش باكت بس طويل شوية. أتفضل. أنت كنت أول جيل تقريباً نقل الكرة المصرية نقلة معينة ورحت وكاس عالم. ومن بعدها أنت وجيلك كله تقريباً تتأخذ خطوات الاحتراف. يعني تاني نشوف لعبين مصريين محترفين بره. وتفقلنا أنه بداية المشوار. وده كان مع مدرب وطني بالمناسب. كابتن جوهري. نفسي اللي أنا بقوله دولاتي أحمد هو ده اللي أنا أقصدته. هو مين اللي جاء الكابتن جوهري المتخب؟ نفكر كده. هنرجع نعم فلاش باك كده زي ما قلت. الكابتن عبدو صالح الوحش. كان هو موجود ساعتها في الوقت ده على رأس الهرم. في الوقت ده. كان بشكل تقريباً تعيين أو حاجة كده حصلت في التحاد. فأجيه عمل إيه؟ فكر إنه عاوز يطور في الكورة. هنجيب مين؟ يبقى تعالها يا كابتن جوهري. هنجيب أفكارك كابتن جوهري معروفة لكابتن عبدو صالح الوحش. معرفها كويس جداً. ليه إثنين من النادي واحد يعودوا مع بعض كثير. فعارفين الأفكار قريبة. عايزين نوصل الكورة العالمية للكورة المصرية للعالم. جوهري أفكارك إيه في الحتة دي واحد اثنين تلاتة اربعة. وأنا هساعدك بواحد اثنين تلاتة اربعة. جوهد تفضل اشتغل. توافقت الأفكار بدأ ياخد الخطوات بتاعته. المساندة من الدولة في الوقت كانت في وزارة الشابور رياضة. الوزير عبدالله حد جمال الدينة أنا فاكر كويس جداً. كان سابورتت جداً. كل حاجة كل المتطلبات. القوات المسلحة. كنا على طول قاعدين في الجيش في المعسكر بتاع المنتخب. دورين كاملين محدش بيدخلهم طول السنة. احنا في المعسكر. احنا مش في المعسكر بحاجة بدخلهم في درد دفاع الجو. مخصصين للمنتخب مصر. مخصصين لنا حتى احنا عملنا مشروب لمون باللبن بتاعنا احنا. بعد كده بقى في مصر كلها بنشرب لمون باللبن. عايزة اقول لك تتوفرت كل حاجة. الجهود كلها تتوفرت. وتحطت علشان المنتخب يوصل للحتة اللي احنا عاوزين نوصلها. وصلنا. وصلنا. وكان فيه قدرات امكانيات موجودة فنية من اللعيبة موجودة. كان عندك اهم كما كان يميز جيل تسعين. ان كل واحد فيهم عنده بالضافة فيه صفة التحمل المسئولي. اي. فتحمل ده مش من الثلاثين اللي كانوا موجودين. لا والهيكل اللي هو كان حوالي خمسين لعيب او ستين لعيب على مستوى التصفيات وكاسة العالم وبعدها. الستين لعيب كانوا بيختيروا بعناية. وكان المعسكرات بتدار. طبعا ما اقدرش اقول لك ان المعسكرات تتعامل دلوقتي زي ما كانت تتعامل اي موكات تجواري. لا انا اسألك سؤال تاني بدون احراج. هل فيه كاليبر في مصر النهاردة. يعني احنا من اللحظة دي لغاية 2018 لما وصلنا كاسة العالم حتى ما حسناش بطعم كاسة العالم زي ما حسننا معاكم في تسعين. يعني احنا تسعين كان معنا مجموعة قوية جدا هولندا وانجلترا وهولندا كانت بطل في اوروبا. الضبط كده. وجيل عظيم بقى روت خالية وفرانك ريكرد ومش اعرفه. فعملنا مباراة ولا اجمل مع هولندا وهو ماتش ايرلندا بس يعني ما كناش راضينا عنه. لكن حتى مع انجلترا كنا قريبين يعني ولو كنا خلصنا تعادل وجاتلنا فرص يعني. ومع ايرلندا ما فيش حد بيعرفيه لعب غير زي ما احنا عملنا كي. والله يعني ما علينا. ما علينا. في النهاية هي ذكرى حيلوة عن مصري. يجيب سيدي التسعين. طبعا. الناس بطبس. هل شايف فيه كاليبر النهاردة في مصر فيه شخص أو عنصر أو حد عنده الخبرة والتجربة. زي عبدو صالح الوحش في اتحاد الكورة وزي كابتن جوهري في مدير فاني. لا في اتحاد الكورة لا طبعا مش موجود. ما فيش. لا طبعا مش موجود. حازم 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 بيدير كويس بس لسه ما عندوش الخبرات تاعد كابتن عبدو صالح الوحش في الوقت ده. انا بتكلم في المنصر او مش في المنصر يا كابتن ماتي. انا بتكلم على الموجودين. ايه. الموجود في الادارة دلوقتي. الموجودين في الادارة دلوقتي. انا بتكلم في الصحة رياضية. لا صحة موجود فيها. فيه. اه طبعا. اه. ومصر مليانة. ممكن تقول لي اسماء. اه اسماء ممكن نقول. ما نقولش ليه. يعني انا كنت سامع ان الوزير سامح فاهمي كان مرشح نفسه الانتخابات. ومرة واحدة ما لقيتوش. افكار. او طبعا اولهم. او كابتن حسن حمدي. لو عاوز. مش يدير متحد الكرة. يدير كل الكرة او رياضة. لا كابتن حسن. في ناس كتير. في ناس كتير. طب ده ادريم فنية. وفنية موجود. حد زي كابتن شايف مدير فني وطني. انا الاول خلينا ساعة كابل ما تقول لي اسماء. المدير الفني الوطني انسب لمنتخب مصر. وانا مدير الفني انا. انا وجهة نظري اعمل معها الي انت عملته مع الجهري وحسن شحات مش تاخده ترميه في النار مش صح يعني قلت حاجات كثيرة قوي بعد كلمة قلت حاجات كثيرة قوي أنا مستقل جدا 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 بالحصل مع أهاب جلال لأنه ده يمثل مدارب المصري ما ينفعش ما ينفعش فيه مدارب تجيبه وتمشيه بعد أسبوعين أو ترعبه متشيه لا لا مش اسمي أهاب جلال لا لا مش اسمي أهاب جلال أنا بكلم مدير الفن الوطني المنتخب مصر الوطني كمان الوطني مصري تعمل معا كده طب إحنا أنت ما حطتش في اعتبارك سمعت المداربين المصريين هتبقى عاملة ازاي بعد كده يعني فيه حاجات كتيرة للأسف الشديد لا حاجات كتيرة صعبة جدا الإدارة في مصر بتاعت الكورة لا مش مش صح عودة كيروش لتوالي المنتخب الوطني بتشوفها خطوة تصحيح مصار أنا ما عنديش فكرة هل هو رجع فعلا هو فيه الرغبة الأولى الرغبة الأولى هل مش مع كيروش البدايل فيه بدائل تانية كتير منهم برضو على فكرة سفيهات لنسم بورتغال بس في النهاية هل شايف انه تصحيح المصار يعني اذا كان هم شايفين انه تولي جلال المسؤولية كان غلطة هل شايف انه ده قرار تصحيح مصار ولا بتعالج الغلطة بغلطة أكبر منها إداريا ما ينفعش إداريا نشتغل بقى علم إقدارة وشغل ما ينفعش واحد أنا حصلت انهاء العلاقة في الشغل بيني وبيني دلوقتي وارجع عجيمه دلوقتي ما ينفعش وبشروطه لانه هيبقى هيعمل كل اللي عاوزه وانت مش تقدر تتكلم معاه في اي اخطاء ولا في اي حاجة عمله الناحية التانية فنيا وجهة نظر لانه الشخصية لم يضف اي جديد كاروس كروش للمنتخب او الكرة المصرية لم يضف اي جديد خالص بلعب بطريقة غير مناسبة خالص مش غير مناسبة للكرة المصرية غير مناسبة للعناصر اللي هو واخد يعني هو بلعب انا مكلمش علي كاروس كروش في الفترة الاولية خالص طول مكان موجود كلمت عليه بعد حوالي 7-8 مباريات لما شفت طريقة الشغل بتاعته وطريقة تفكيره بتبهن في الاختيارات بتبهن في طريقة اللعب بتبهن في التغييرات بتبهن في حاجات كتير ليا كرجل كمع العشرة من وجهة نظر مرحلة كاروس كروش كمع العشرة من وجهة نظر خمسة عشر خمسة العشرة خمسة العشرة لأن هنا أنا مش هتكلم زي الجمهور وأقول لك ده إحنا وصلنا الفاينال بتاع كاس الأمم ووصلنا المباراة الأخيرانية الفاصلة مع سينغالف والمنافس واحد وده نازم حط عليها علامات الاستفاهم وعلامات تعجب كتير جدا لأن لما يكون المنافس واحد وأنا خسرت منه في المرة الأولانية صعب جدا أن التعاون بتاعي مع المباراة الثانية لازم يكون بشكل مختلف ومغير وده ما حصلش فده كلها من الحاجات اللي تخلينا أقول لا ما هي هو ما أضافش فنيا ما أضافش فنيا كل اللي عمله جاب عمر مرموش مثلا نعرفنا على عمر مرموش بكناش نسمع عنه حد تاني رؤيتك في اللي جاي بالنسبة للمنتخب بس خلينا أسمع رأيك بعد من روح لفاصل صحيح مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب طبعا بنجميع النهاردة كابتن مجدي طلبة الوقت بيجري معاه بسرعة بس خلينا نقفل قصة منتخب مصر شايف المخرج من هنا كابتن مجدي يعني هل شايف أنه مدير فني أجنبي يحل المشكلة ولا ما أعتقدش النهاردة تفتكر فيه مدير فني وطني ممكن يقبل بالمهمة لا دلوقتي صعب صعب دلوقتي خلاص سكة دي تقفلت فعليهم الاختيار وبسرعة مدير أجنبي يكون عنده طموح يوصل بكرة المصرية لمكان كبير يقدر؟ يعني هل النهاردة لو جبت أكبر اسم؟ مين المدير فني أجنبي بيعجب حضرتك؟ مش عايز أكبر اسم يعني عايز أقول أجبت المدير الفني اللي عنده الرؤية وعنده الإمكانيات وعنده السيفيل محترم ودرب منتخبات يحن عايز مدرسة يقدر يعمل لي مدرسة يقدر يعمل لوحدة يا كابتن مجدي لا الواحد هو هذا اللي أنا بقول لا موية الواحده مش نفعل هو الواحده مش هينفعل إنما ما هي القصة عندنا وإحنا عندنا عندنا مشكلة كبيرة جد أجل نجي نقول ايه آآ تعال انت بس معك فلان وفلان 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 طب ما هو فلان وفلان 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 دوي أنا بديلي اللي معايا اللي بيشتغلوا معايا ونقعد نفكر سوا ما خلال بالك على السيارة تبقى تنك تنك كتير قوي تمام فأنا ممكن يبقى معايا شوئي ومعايا ضياء ومعايا بس طريقة تفكير غير طريقة تفكيرهم وارد جدا فإحنا على بالما يعني هات وخد ونتناقش ونتحاور عشان نوصل لقرار ممكن ناخد وقت طويل وكان الوقت الطويل ده مش في صالحنا دلوقتي فأنت لازم تجيب شوف المدرسة اللي تلاقمنا احنا ايه هات منها الراجل اللي عنده خبرات في الحتة دي ونجيبه ويبدأ يشتغل بالسطاف بتاعه بالسطاف بتاعه ده مهم جدا اللي عيبة في مصر في الظروف اللي احنا بنعيشها شوفت مطشي القمة اه شوفت ايه رائع في الكرة اللي كانت فيه يعني مش هابتقول اهلي وزملك يعني عموما يعني اللعيبة في مصر اللي هيمثله المنتخب هو هي القصة كلها يا حمد دلوقتي أصلي المستوى اللي احنا شوفناه في الماتش الأخراني بتاع الاهلي وزملك ما تقدرش تفصله عن الاحداث اللي حصلت قبل المباراة لمدة اسبوعين أو طاقة أسابية يعني ما تقدرش تفصله عن الاحداث اللي حصلت مع الفاينال بتاع الاهلي والوداد والزروف اللي حصلت بيها اه الاحداث اللي في الناس زمالك والتغيير واللي راح واللي جي واللعيبة والحكاي حاجات كتير الكلام اللي بيتقال أه يا قصة مش قصة كورة بس وضغط المبارات اللي موجود هنا وضغط المبارات اللي موجود هنا الغيابات اللي موجوده هنا مرة واحدة بتبقى تلاقي نفسك بتلعب بدون ستة سبعة من اللي كانوا موجودين والنحية الثانية برضو نفس الموضوع فإذا الأحداث اللي بتحصل حوالين المباراة بتأثر بشكل أو بآخر على الناتج العام بتاع الأداء بتاع المباراة ده أكيد كل الظروف اللي انت قلتها دي اللي حسب على الفاتورة بتاعات هسامي أمصان يعني المرحلة دي تولى فيها هسامي أمصان المسؤولية بعد طبعا كمان رحيل مستر مسلماني وبالتالي عانى من غيابات عانى من إجهاد عانى من فطورة الحلل معنوية بعد الخروج من نهاية أفريقيا ومطلوب منه يواجه ضغط ويلعب ثلاث مسابقات زي ما انت شفت كده كاس مصر ودوني ورجعين كاس مصر تاني بس كاس مصر القديم إزاي شفت الأول نجاح سامي في الفترة سامي نجح بدرجة مش عايز أممتاز جايد جدا بالنسبة لي سامي نجح بدرجة جايد جدا لأنه أولا أنا حاسس بأن اللعبة عندهم أريحية إليفري زي ما بيقولوا كده حرين مش حرين يعملوا كل واحد يعملوا اللي عايزوا لا يعني مش مقيدين عندهم مش قيود سامي أكتر واحد أدرى بالتين وده مهم جدا في شكل الشغل وطريقة الشغل اللي بيشتغل بيها الحاجة بس اللي أنا لسه يعني عايز هتتغير طبع هتاخد وقت عشان تتغير هو الريتم بتاعنا الريتم بتاعنا اللي هو نفس الريتم اللي كان مع موسيماني اللي هو بعد ما تجيب جون تستنى شوية تستنى شوية تستنى شوية تستنى شوية لا ما احنا هو ده اللي كان مزاع على الجمهور من من الموسيماني يعني تستنى شوية ليه وتستنى شوية ليه وتستنى شوية ليه وتقلق ليه وتقلق ليه النادي الاهل الناس كلها تلعب عليه ديق برضو قناعات الشخصية يعني ايه الناس كلها تلاك يعني النادي الاهل بيه عنده فور وعنده استراتيجية بيشتغل بيها كل الخصوم والمنافسين تشتغل بناءة استرججية النادي الاهل الأهل على طول الفع الأهل على طول الفع على طول وانا بعنا هنا بكلمة على طول حتى لو رحت كاس العامل half دي وجهة نظري تخلينا اسألك سؤال بمنثالي اللاعب عقلية اللاعب بقى مش يمكن اللاعبة بقيت منهكة لدرجة انها عايزة تحقق الهدف بقى اللي مجهود ممكن يعني هل ده السيناريو ممكن يبقى ورد لأ طبعا يعني يعني أنا اللي بحشيله هنا الكوتش شغلته ايه الكوتش غير مدرب أنا بقول لك أنا بقول لك ممكن هذا السيناريو ممكن يبقى كوتش كمان من ناحية يقول لك والله أنا كذبان أحاول أخلص بالمباركة بدل ما لعيب تاني يتصاب بدل ما حد يجيله شد بدل ما احتكاك أخسر ورقة الكلام ده كان ممكن فوقتين احنا نتكلم في الكلام ده تمام حتى النهاردة عندك خمس تغييرات نص ستين بتغيره في حتة انه تعبان او كتر اجهاد دول عندك نص ستين بتغيره التوقيتات خلي بالك ما كل دي بتحدث تفارات عند الكوتش وكل دي بتوصلنا وتعلمنا وتخلينا نتابع ونشوف مين الكوتش اللي بيستغل الظروف دي كويس والقوانين واللواح دي كويس ده مهم جدا ده مهم جدا انا ممكن فوقت من الوقات قاعد اخلي ما غيرش خالص واجه في اخر عشر دقايق او في ربع ساعة اشيل الخمسة احط الخمسة وارد جدا فيه ناس ممكن تفكر كده يقولك في رشي وأصد اقولك الشهد من كلامي ان الكوتش هنا غير المدرب المدرب يعمل شكل التمرين والتاكتك الكوتش هنا هو بيهيئ اللعيب انه ينفذ استراتيجيته بيحشيله دماغه مين احسن مدرب اشتغل معك وكان بيعمل ده جوهري 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 كان بينايمنا تانوين مع ناطيسي طبعا جوهري وكان روب ياكوبس معايا ببرا في اليونال اه هولندي هو كوتش هولندي الراجل بيديك بيوجهك وانت مسترخي انت عارف اللي هو ينيمك ويقولك هتقوم تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة فتفوق كده وتنزل الملعب تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة وانت مقتنع يعني الدنيا مهم جدا ان انت تبقى مقتنع كان معايا كابتن خلت جوهري كان برا الهواء كان بيقولي كابتن جوهريكان قابل المتش يقولينا المتش ده يحصل فيه واحد اثنين ثلاثة اربعة ننزل الملعب نلاقي واحد اثنين ثلاثة اربعة اتعرف يا احمد الكابتن جوهري كان عنده ملكة مش عند اي حد انا مش متعاش عند اي حد وصعب ان انا عند اي حد بيقعد يتفرج على الماتش الماتش اللي هو 90 دقيقة بالبطيق سلو موشن بيشغل الماتش سلو موشن ويقعد يتفرج عليه ويعيد ويزيد بالتفير يعني ممكن الماتش واحد يقعد يتفرج عليه 7 ساعات 8 ساعات يخش الصومعة ما يخرجش ده حقيقة فدي طبعا مش اي حد يقعد ايه بعد ماتش هولندا يعني اول ده كان اول ماتش في فيلينا في كاس العالم ولندا في الوقت ده كانت اجمد فرقة من مجموعات مرمطنا في المطعم بجد والله مرمطنا في المطعم احنا كلنا مبسوطين طبعا هو مبسوط جدا وكلنا مبسوطين جدا لان التليفونات جاتوا الدنيا تعالف ما كانش في دول ساعتها سوشيين ميديا ولا حاجة ولا موبايل ولا اي حاجة بس التليفونات أعرفتنا إيه اللي حصل فنزلنا المطعم بقى ومبسطين وعاديين وبناكل فقال لي قعد تعبان كده وقعد تعبان كده وكانت ليلة معلم بها لربنا طبعا بعد مبروك وكويس وبتاع انت هتعود لي وتقول لي ده يعني فيه واحد رجع طبعا العشا قال لأ أنا ما طلبتش عايز كلوب دلوقتي هتقول ما عايش وعايز وطلبت وما طلبتش كل اللي جي لك وفكر تفاهمت خلاص بقى مع هولندا وعملنا كانت شخصية قوية بس يعني جديدة بس الناس كانت بتحبوا جدا أصل هو شخصية قوية وشديدة في ايه أولا ما يقلش أدبه أبدا على لعب كور خالص خالص يعني عمره ما يشتم لعب كور ده مهمة جدا مش ده العادي والطبيعي ولا ده مش طبيعي ده بيحصل بيحصل فيه مدربين بتعمل كده بس ده مش عادي والطبيعي بس ده بيحصل فيه مدربين بتقدرش تمسك نفسك هو العصبية بتاعته كلها على التيم كتيم ويبدأ يمسك واحد فينا بأوصاف ما يشتموش بس ده أوصاف معينة تزعجه وتخليه يركز وتخليه فكر مهمة جدا ان انت تحب الكوتش بتاعك وتبقى تحب انه ما يزعلش منك ده مهمة جدا مش بس الكورة بالزبط كده بالزبط بالزبط بيحصل بانك تبقى غيران على لضاة هو ده انك عايز تعمل كل حاجة عشان انت تبقى كويس وعشان هو ما زعلش منك فدي مهمة جدا ليه ليه لانه قناعتك وصلت بيه لدرجة زيب خالد قالك هتنزل تلقي واحد اثنين ثلاثة اربعة فتنزل تلقي واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني مثلا مثلا احنا قبل ماتش هولندا كان الكابتن جوهاري مدينا بانفلت كده باسماء فرقة هولندا وبيعملوا ايه كل اللعيب في البزيجن بتاعه ده اللعيب بتاعه ده بيعمل ايه ده بيعمل ايه ده بيعمل ايه ده بيعمل ايه بعلسم كده كروكي والتحركات فانت حافظ مدي كل حاجة مدي كل حاجة عرفة كل حاجة فانت انت تحب الشخصية دي لانه بيعلمك طيب نروح لماتش بكرة والله انت عندك يعني حواديد وذكريات عايزة حلقات بس خلينا نروح لماتش بكرة الناس برضو من الماتشات اللي فايلة همها خصوصا في ظل الغيابات الاهل يغيب عنه تقريبا فرقة كاملة زي ما قلت الجمهور السادسة قبل في بداية الحلقة يعني الى حد ما متوقع مش هقول اسماء مش هقول تفاصيل بس يعني الوضع بكرة ممكن يبقى أفضل شوية نسبيا من ماتش المحلة في كذا اسم رجعين بكرة ان شاء الله ويبوا جاهزين يرجعوا يبتدوا وما يبتدوش ده قرار جابتن سامي أمصان مستر سامي أمصان كنت هؤلاء يمشي بابا شايف الماتش بكرة ازاي وشايف المواجهة بين الاهلي وبرامنتز ازاي طيب انا مبدئيا حتة الغيابات في الناد الاهلي من وقت ما شتعلت في الناد لعي ومن قبل انا ما شتعلت في الناد لعي ومن بعد ما شتعلت في الناد لعي ما بتتعملهاش حساب جوتين برا الحساب ما بتتعملهاش حساب جوتين المدرب بيبقى بيقول واحد اتنين تهات اربعة وبيقول للميديا عندي غيابات كذا 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 فقط اللبس سين اللي هيلعب زي صاد ألف زي به جيم زايحة كله شبه بعض لانه انت بتلعب في النادي الاهلي وبتلبس التشيرت بتاع النادي الاهلي فانت وانس انك لبست التشيرت بتاع النادي الاهلي خلاص بقيت تقدر تلعب قدام سين وصاد وعين وجيم وتكسبهم العادي الطبيعي بتعكمل الله في الفاصل كابتن ماجدي قال لي جملة عجبتني جدا قال لي ما تديش شماعة الخسارة اللي عيب الكرة أبنى طبعا طبعا ايه عموما يعني في العموم طبعا ما تديش شماعة الخسارة لأي حد بيشتغل معك لانه هو أول واحد هيستعملها ويعلق عليها كل اللبس ايه مش الجاكت بتاعه بس هجيب كل اللبس اللي في الدولاب بيعلق علي شماعة فإحنا مش عاوزين ده لأنه مش موجود ايه لأنه مش موجود يعني طول عمرنا بنقول لما بنقول أهلي بمن حضر لما بنقول 11 رجل في الملعب انا هسألك شؤال النادي الأهلي الكمل هاي فوق الهندرد تايتلز دول دول عشان ايه من ايه جايين من اين ما هوا جايين من هنا ما هوا جايين من هنا لا في كل المطولات دي ما كانش فيه سيزنزل نفس ما احنا في أيامنا كان نفس القصة دي كنا في 13 بنت وما كانش فيه دوري وكان بعيد الدوري وكانش فيه ناس بتتعور ورجعنا وتدخل وترجع وتاخد المطولة فالموضوع مش الموضوع عادي جدا بنسبالنا المنافس منافس محترم جدا 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 هقولك كلمتين قالهم لنا بايس بسهب حاجة زي كده بس كانت في وقتش منتخب راحين لعب تونس فقلنا منتخب تونس منتخب محترم جدا نقطة ومن قول السطر انتهى على كده احنا مصر احنا مصر رحنا هناك نبقى ليدنج واحد ومتعدله احنا ليدنج اتنين ومتعدله فانت لازم تشتغل بالمنثاليتي دي انت نادي الاهلي انت نادي الاهلي هتلاعب مين هتلاعب بيراميز هتلاعب بالزمالك هتلاعب اي حد تاني هو لازم يبقى رد فعل بتاعه رد الفعل هل تتوقع انه الاهلي يغير في الطريقة يغير في اسطوبه في التاكتك في مواجهة بيراميز عن المطشاط الاخيرة اللي لعبها سواء محلة سواء كما تشوف شط الاول حقيقة كان اكتر من رائح يعني تحفز الجمهور كله على شط التاني وده اللي انا بتكلم فيه عندنا الفرصة اكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة ما استناش فهو تيمي ناد الاهلي هيبقى جاهز انه هشتغل سامي اكيد عنده بعض التغريات في الخططية بين بين بيراميز والمحلة اكيد في فروق فهو هشتغل عليها الفروق دي ممكن تخلي حد من اللي انت قلت عليه ممكن يبدأ الماتش اللي هما راجعين وممكن تخليهم لقى في الشوت التاني استعملهم انما في العموم في العموم استراتيجية النادي الاهلي كلها هتبقى علشان في النهاية ياخد التلاتة بونت ايه 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 الصعبة في ماتش بكرة يعني ماجي اذاكر في الفترة الاخيرة بص على الفرقة ويمكن ما عندهاش غيابات اعتقد اغلب العناصة الساعة موجودة الدوافع موجودة فريق تصرف عليه كتير في السنوات الاخيرة ومش قدر ياخد بطولة فبالتالي ما عندهوس فرصة انسب من الدوافع اللي موجودة معافل البطولة دي تحديدا في ماتش الاهلي بكرة الصعوبات اللي شايفها في التسعين دي وماذا تتعامل معهم من وجود انها ماتش كاس ومش ماتش دوري يعني لابد ماتش ينتهي بفوز طرف من الطرفين انا اعتقد ان الصعوبة بتاعت الماتش ده في الظروف بتاعت الماتش مش في الماتش نفس في الظروف المحيطة بالفرقة الفترة اللي فاتت اللي هو اكسب جول بعدين اتعادل بعدين اتعادل بعدين اكسب جول بعدين اتعادل بعدين اكسب فهي دي في الظروف الطبيعية انت اخر ماتش كاسبان البيراميز تلاتة ومقدم مباراة ولا اروع من فترة عشان كده بقولك صعوبة المباراة دلوقتي في الظروف المحيطة اللي انت خارج منها دلوقتي واللي كانت محيطة بيك دي درجات الصعوبة بتاعتي انا انما التيم كتيم ان شاء الله باذن الله قادر على انه يشتغل قدام التيم بتاع باي سكواد هينزل بي اي تيم هيلعب النادي الاهلي اي تيم 11 هيشتغلوا من الموجودين دلوقتي في التيم اللي موجود دلوقتي هيقدر ينفذ استجارة سامي قمصان اللي هي بار النادي الاهلي ينزل قدام بيرمز عشان ااخد تلاتة بونط طبيعي جدا لان انا انا تحت الناس في البونط عندي فروق ماتشات انما لازم المنافس من منافسين الرئيسيين اللي لازم اكسبه طبعا طبعا مين اجمد رجل اسمال في مصر النهاردة كابتن ماجد النهاردة اه في ناس كتير والله واللي مين بيعجبك علي معلول علي معلول علي معلول طبعا وليد وليد سليمان اه طبعا اعجبني جدا زياد برضو اه زياد طارق اعجبني من قبل كده يعني انا شايفه عنده حاجات كويسة يقدر النادي يستفيد هنا في الفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله في شيكابالا في الزمالك في عجبني لعيب قوي كويس في سيراميكا كيلو باترا اسمه احمد عبد المحسن اه باك شمال اه ده برضو من لعيبة كويسة مش شهول للعيبة الكويسة التديد بتاعه بس يعدله شوية صلاحه شوية عندما هو لك لعيب كويس احمد سمير طلعا الجيش احمد سمير احمد سمير احمد الدوري السنة افرح بس احمد سمير الجارية بتاعه بس اللي عملة مشاكل في محمد حمدي اشوال كباك يعني وكظهير ومدافع طبعا طبعا انما ما بيستغلش رجليه شوال بشكل كافي وهو بيهاجم ده ده انا يعني اوخدها عليه يعني بيهتم شوية قوي او بيتأنى اكتر من اللزوم لانه هو المفروض اول ما طلع مع حسان في المصري كان اظهر قدرات وجمية اكتر من اللي هو فيها دلوقتي مين اللعبة ترشح انا هتنضم للنادي الاهل او نبسك تشوفها لابسة تشير النادي الاهل زي ما انا قلتلك احمد عبد محسن ده عجبني زهير شمال علي معلول في اوقات كثيرة لما بيبقى مصاب فترات معينة لازم يبقى حد موجود وحيد يقدر يشتغل برضو بس لازم موجود بنفس ضغط على العلي معلول العدق بالضبط يبقى رايب منه قوي لانه ده التنافس هو اللي بيزود المستوى بيرفع المستوى بيخلي الكوتش مستريح على قد بيبقى عنده دوشة في الاختيارات الا انه بيرفع المستوى بتاعتين كله بيبقى بيبقى عالي التاني من يلعب في النادي الاهلي في كذا حد في كذا حد احنا محتاجين كذا حد ان شاء الله محتاجين حد برضو محتاجين في قلب الدفاع محتاجين لعيبة عندنا مشكلة في قلب الدفاع دلوقتي محتاجين لعيبة سواء من مصر أو من برا مصر محتاجين في حد ضروري جدا طبعا كلام كتير تقلع على واسماء كتير قوي طبعا اعرف مدت الموسم وكل موسم شفتها طبعا مع رحيل فيلر والتعاقد مع ميستر موسيماني سمعت في الفضل دي مثلا ملاخ 30 اسم الاهلي تعاقد معهم فعلا كان مدير فان وكانت المفاجأة طبعا انه ولا واحد منهم كان ميستر موسيماني اي حد يقولك اتعاقد معه اعرف انه نفس القصة بتتكرر يومين دول لكن بعدا عن الاسم بداية هل تفضل مدرسة بعينها هل كابتن ماجد شايف انه الاهلي بيلاقي كورتو او بيلاقي قوضة لبسه مع مدرسة بعينها ولا الموضوع مرتبط بالألماني الاهلي نجح مع الالماني والاهل نجح مع البرتغال الفرنساوي ما كانش عنده فيه حظوظ اكتر من وقت والانجليز نفس القصة فانا بعتقد ان هم دول المدرستين اللي نجحوا بشكل كبير مع النادي الاهلي ايه المطلوب من الموديل الفني ييجي يتولى مسؤولية النادي الاهلي من وجهة نظرة كابت المجد ايه الاسر البصمة اللي انت مستنيع على كرة الفريق انه فيه لعبة مجهدة لا لا انا عايز اشوف المسلماني على مستور الموجودة في العالم ده كل مسلماني يعتبر من انجح الموديل الفني اللي تولى مسؤولية النادي الاهلي على مدار تاريخ وكل ولو كان كمل كان ممكن يكسر ارقام اللي عملها مانويل جوزي لكن كان فيه انتقادات كتير عليه كان فيه خلينا اقول عدم رضا شوية عن كرة الاهلي اللي بيلعبها مع مسر المسلماني ايه مطلوب من انت مستني من الموديل الفني جديد انا مستني ان انا اشوف شخصية النادي الاهلي زي ما قلت لك النادي الاهلي ما يبقاش يستنى ويبقى رضا فعل موسيماني على عينه على رأس كل اللي انت قلت وانا احترم كل ده انما فيه الاخر هو من المداربين المحظوظين لانه فيه ماتشات كتير من اللي احنا عدنا فيها نشتغل فيها رضا فعل عد العدد الفرص اللي كانت وكانت فيها ممكن تعمل لنا مشاكل وربنا كرمنا بتوفيق محمد الشناوي وتوفيق العرضة وتوفيق الآيم ونحن نكسب ونجيب ونكسب بالماتش تاريخ لا يستيقل شكل أرقام ليفربول مسك الريال نفضه بلغة الكرة كورتواء كورتواء انا بقول لك الريال مدريد لعب بشخصيته وليفربول لعب بشخصيته ايه ليفربول لعب بشخصيته وريال مدريد لعب بشخصيته ما ما استناش مع الاتنين كانوا شغالين كل واحد شغال بشخصيته انا كمان عايز اشتغل بشخصيت النادي الاهلي دائما هي صاحبة الفعل دائما صاحبة الفعل ايه اللي حصل في الثلاث مواسم الاخيرة هو الاهلي يمكن الاكتر معانئ لكن هي كرة ويجيت نظر انا الشخصية اللي عطل كل القصة دي كلها استضافة كاسي الامم الافريقية 2019 في مصر اه ليه لان ما كناش احنا اللي هنستضف كانت بر فاحنا لما استضفناها خلاص بقينا مجبرين ان احنا هنلعب البطولة من دي وان لنص دي فالدوري كله وقف الفترة دي زائد الارتباطات الدولية الاجندة الدولية بتاعت تنصفات كاسي عالم بعدها من ساعتها وانحنا لغاية النهاردة عمالين نحاول نقفل عايزين نزبط وطبعا التوقف اللي حصل بسبب كورونا التوقف بتاع كورونا ده خش كمان في لانه كان في نفس التوقيت تقريبا او بعدها بشوية بعدها بشوية فانت متخيل انت التوقف وانت مش عايز تتنازل كاتحاد كورو وتعمل المسابقة في موسم واحد مثلا مجموعتين وبعدين ترجع ترح التصور ده مجموعتين او دور واحد لكنه كل تصور انت عشان تصلح ده لازم تضحية لازم تضحية لموسم احنا ضحينا بالمنتخب هنضحي بيه اكتر من كده ما غلط احنا عاديين نتعلنين ازاي نورتنا ونتمنى دايما نشوفك في السادسة بنا سعد بي شرف لي بشكر حضراتكم على المتابعة بكرة هنتقابل هيكون في حلقة خاصة طبعا قبل دقيقة من بداية المباراة هنقابل حضراتكم في السادسة ونشوفكم دايما على كل خير وكل التوفيين ان شاء الله رجالتنا بكرة يمواجه ترميس